أهلا بحضراتكم من جديد أكيد الفترة اللي جاية الكلام كله هلأ مباراة الدوري لأهلا عنده مباراة مع الحرس دي مباراة مؤجلة من الدور الأول شوفوا فترة طويلة جداً كانت المباراة دي مؤجلة نتيجة انشغال الآلي بالمباراة الإفريقية ولكن على فكرة قبل ما أروح لفقرة الإسقايب لأنه عندنا كلام مهم جداً على السوشيال ميديا وتأثير السوشيال ميديا على فوز الأهلي بدور أبطال إفريقيا وإزاي فوز الأهلي بالبطولة كمان عمل رواق كبير جداً على السوشيال ميديا سواء في مصر أو حتى في المغرب في الفترة الأخيرة في ناس بتطلع تتكلم على موضوع التأجيلات بدون ما بتقرأ ويبدو أن في ناس عندها يعني إحساس أن هي لما بتقعد تتكلم على موضوع التأجيلات كتير هي كده بتشبع رغبتها أن هي على الأقل يعني أفسادت فرحة جمهاري الأهلي بالبطولة في ناس عندها الإحساس ده على فكرة والإحساس ده مستمر معهم لفترات طويلة جداً فيه كلام على فكرة أصل الأهلي اتأجله كتير وفيه كلام أصل الأهلي تم منحه راحات كتيرة جداً عشان يقدر ينافس على البطولة الإفريقية كل الكلام ده على فكرة كلام فاضي كلام فارغ كلام ده مش حقيقي فيه فرق كانت معانا في دورة أبطال إفريقيا السنة دي تحديداً الزمالك كان واخد راحات ما بين مباريات في تونس أو في الجزائر والسودان ومع ذلك ما تأهلش وما كملش لأن اللايحة بتقول كده اللايحة بتقول عدد المباريات سواء داخل مصر أو خارج مصر تاخد الراحة أمتى وتلعب أمتى ولما توصل أدوار النهائية هل تلعب مباراة ما بين الزهاب والقياب ولا لأ اللوايح واضحة بس هي فيه ناس دايماً تحب تحاول تفسد الفرحة فتاخدك في مجال آخر مالوش أي لازمة زي مثلاً إمبارح كابتن حازم إمام خرج وتكلم على فكرة يا سلام لو لعبنا الدوري أثناء مشاركة المنتخب الوطني وقال لك ده الحاجة عمل لو عمل كده هيلاقي هجوم كبير جداً هو أساساً يا كابتن حازم وانت رجل مسؤول وبتتكلم على الجزئية دي لازم تبقى عارف أن موقف منتخب مصر غير موقف منتخب المغرب منتخب المغرب بيضم مين؟ من لعابة نادي الوداد أو الرجاء أو نهضة بركان أو الجيش الملكي لكن منتخب مصر أنت أخذ تسعة لعابة من الأهل سيب لعابة الأهل ما عندش مشكلة ولعب في التصفات بتاعتك هل عندك عدد محترفين كافي أنك تلعب هذه المباريات والدوري شغل؟ كابتن حازم أنت مسؤول في التحاد الكورة وعارف اللوايح كواس قوي هل أنت عندك مقدرة أنك تلعب مباريات الدوري وتسيب اللعيبة للفرق بتاعتها وتلعب الأجندة الرسمية بتاعتك؟ لو عندك مقدرة اعمل ده لكن مجيش تقولي المنتخب يلعب واخد اللعيبة اللي موجودة في الأندية ولعب الدوري إزاي ده هيبقى دوري؟ هل ده هيبقى دوري؟ مش هيبقى دوري لأن أنت ما عندكش في منتخبات أفريقيا زي ما بيحصل في منتخب مصر منتخب مصر مبني في الأساس على 70-80% من الهيكل الأساسي لفرق الأهل فلما تطلع تتكلم على فكرة تأجيل الدوري المتكرر ده لو فكرنا في مرة والحج عامر حسين عمل جدوى للدوري أثناء مباراة المنتخب هيبقى فيه هجوم كبير عليه؟ لأ الكلام ده من الصح اعمل ده والمنتخب يعتمد على المحترفين فقط شوف أنت ساعتها نتائج المنتخب هتبقى إزاي؟ من غير لعبة الأهل لكن عايز تفكر في ده وتاخد لعبة الأهل هيبقى منطق إزاي؟ هتبقى منافسة إزاي؟ ومنافسة عادلة إزاي؟ اتكلموا يا جماعة كلام منطقي عشان الناس تصدقكوا لما بتسمعكوا اتكلموا كلام منطقي عشان الناس تصدقكوا لما تسمعكوا فاز الأهل بالبطولة الإفريقية طبقا للوايح الأهل لم يتم مجملته في أي مباراة الأهل لم يتم تأجيل ليه أي مباراة بناء على طلبه عشان مشاركة إفريقية الأهل التزم طبقا للجدول المقرر من لجنة الأندية أو من ربطة الأندية والأهل التزم طبقا للوايح في المباراة أثناء دور المجموعات أو حتى أثناء الأدوار النهائية وأتذكر الأهل قبل ما يسافر جنوب إفريقيا لعب مباراة قبلها بـ 72 ساعة لعب الخميس وسافر أو لعب الأربع وسافر وكان عنده مباراة يوم السبت في جنوب إفريقيا لو تتذكروا الأهل لم يتم مجملته ولكن فيه ناس دايماً بتحب تشبع رغباتها إنه يتحاول تفسد فرحة الأهل بأي بطولة فتقدك في مجال آخر غير صحيح بحاول أختار بس المسميات عشان تبقى الانتقاد هنا انتقاد موضوعي ولكن بصراحة أنتوا تستحقوا أي ردود فعلي بتشوفها على السوشيال ميديا لأن انتوا دايماً بتبقوا خارج النص طيب ترند أولاين والنهاردة فاكرة الإسكايب عندنا كلام مهم جداً لأن السوشيال ميديا كان فيها رواك كبير جداً في الأسبوع الأخير بعد الفوز بطولة إفريقيا عن روح لترند أولاين عبر الإسكايب مع الزميل العزيز الأستاذ أيمن جيلبرتو المحلل الفني عشان نتكلم معاه على حاجتين أولاً تأثير الأهلي على السوشيال ميديا سواء في مصر أو خارج مصر ويهي الكلام اللي تقال على موضوع التأجيلات والراحات وهو شاف كمان الجزئية دي إزاي أيمن مسائل فل مسائل فل يا محمد مبروك الحداشر مبروك الحداشر وربنا يا سهل ونكملهم داستا السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله أولاً عايز أعرف تعليقك على موضوع السوشيال ميديا وشايف تأثير الأهلي على السوشيال ميديا مش العكس كنا دائماً بنتكلم على مدار الموصب السوشيال ميديا وتأثير على الأهلي ولكن بالعكس الأهلي السنادي ليه تأثير كبير جداً على محركات البحث وعلى البحث على اسم الأهلي والتتويج بالحضاشر والأغاني والاحتفالات يعني كل درساته إزاي؟ طبعاً زي ما أنت بتقول كده نحن النادي الأهلي هو رقم واحد في كل حاجة بمجرد بس ما لعبت النادي الأهلي وطهر محمد طهر احتفلوا وهم خارجين من الممر الأغنية بتاعة ساطلانة شوفنا إزاي بقى الترند في مصر وفي المغرب وكل الناس دلوقتي تسمحها وكل الناس بتستخدمها في كل حق يعني الأفراح دلوقتي بقى فيها استخدام للأغنية الناس وهي ماشية في الشارع بتسمحها كله بيعمل كليبات عليها فده بس مجرد كليب 20 ثانية ولا حاجة بص ما ده تأثيره عامل إزاي شوف الكاف لما بينزل أي فيديو فيه رصد للردود أفعال اللعيبة أو احتفالات الجمهور شوف الأرقام بتبقى عاملة إزاي ده عايزين نتكلم كده سريعاً يا محمد في حاجة يعني ما فيش ده من كام يوم فيه مؤسسة من المؤسسات الكبرى في البحث والنهاية بتتابع شعبية الأندية أو متابعات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت التقرير بتاعها اللي هو في شهر يونيو عشرين تلاتة وعشرين عن الأندية الأكثر متابعة في العالم من خلال فيسبوك مع انستجرام مع تيك توك مع تويتر جمعوا كل ده طبعاً الريال مدريد هو في الصدارة برشلونة في المركز الثاني لكن اللي يهمنا هو النادي الأهلي النادي الأهلي موجود في المركز السبعتاشر عالمياً السبعتاشر عالمياً عالمياً بالضبط كده لو كمان فيه أنا يعني موجود زي جدول كده اللي هم نشروا للأندية اللي هي الأبرز خارج أوروبا يعني لو عملوا ترتيب للأندية بقى اللي هم إيه خارج أوروبا النادي الأهلي في المركز الثاني المركز الثاني ده يعني هو بعد فلامينجو طبعاً فلامينجو عارفين مدى شعبيت بالضبط مدى شعبيت فلامينجو في البرازيل بس نادي الأهلي في المركز الثاني نادي النصر السعودي في المركز الثاني طبعاً استغلالاً لصفقة كريستيانو وهي اللي عملت الطفرة دي شعبيت نادي النصر بس بس بقى النادي الأهلي بيتفاق مثلاً على كورينسيانز بوكا جونيورز ريفر بلايت كلوب أمريكا ساو باولو دي أندية أنت طبعا عارف يعني إيه كرة القدم وشعبين كرة القدم بالزبط فالنادي الأهلي النهاردة والمركز الثاني في الأندية اللي هي خارج أوروبا طبعا أنا يعني هما هنا الدراسة دي عملت على مية نادي فالنادي الأهلي رقم 17 عالميا لو كلمنا بقى طبعا هو متصدر العرب والأفرقى ومصر مين بعده النصر السعودي في المركز الثاني الهلال في المركز الثالث نادي الزمالك في المركز الرابع يجي الرجاء في المركز الخامس الاتحاد السعودي سادس الوداد المغربي سابع ده بالنسبة لهم الأكتر في الترتيب يعني كأكتر أندية عربية النادي الأهلي بيتصدر وبعيد يعني لو بنتكلم في المنافسة المحلية هتلاقي أن النادي الأهلي الإجمالي بتاع 44.8 مليون نادي الزمالك مثلا هو في مصر بنتكلم في 15 مليون الإجمالي يعني بص الفرق عشان الناس اللي بتتكلم عن الشعبية وبتتكلم عن القصص دي كلها لازم يعني الأرقام هي اللغة مش هيبص الأرقام يا أيمن بص عشان بس نادي مواضحين مع بعض وصرحة مع جماهير الأهلي الناس دي مش هتبص الأرقام الناس دي عندها تارجت لازم كل سنة تتكلم معك في أربع أضايا إيه هما قضية نادي القرن التأجيلات الرعاية والمجملات بص دول أربع أضايا سابتين معنا في كل سنة حاجة صعبة جدا يعني الأرقام ما بتجدبش خاصة لو تفتكر من كم سنة أحد الشركات الرعية للنادي الأهلي عملت استبيان عن طريق شركات معتمدة في موضوع الإحصاء وطلعوا نموذج وبيان بشعبية النادي الأهلي وإن هي من متابعين الكرة أو محبين الكرة في مصر نتكلم داخل مصر فقط بتتكلم حوالي 80% منهم بيشجعوا النادي الأهلي دي إحصائيات رسمية بعدنا عن دي دخلنا هنا في السوشيال ميديا أنت بتعد النهاردة الصفحات الرسمية للنادي الأهلي عدد متابعيها كام وبتجيب الإجمالي بتاعه فالإجمالي بتاع النادي الأهلي النهاردة متفوق على نتكلم في السبعتاشر على العالم من مئة نادي يعني أنت بتخيل الرقم عمل إزاي وعشان نقفل القصة دي حتى الأندية الشعبية اللي برضو بتقعد يعني طبعا بنحترمهم كلهم لكن لما بيتكلموا على برضو النادي الأهلي وليه النادي الأهلي رعايته النهاردة بتتكلم في مئة نادي على مستوى العالم مافيش نادي شعبي واحد موجود من مصر بعد نادي الزمالك النادي الثالث الموجود من مصر هو نادي بيرامدز ونادي بيرامدز مش نادي جماهيري طب النهاردة الأندية الشعبية بمحافظاتها بالحجم قاعدة الجمهورية اللي عندهم انتو مش قادرين تستغلوا مواردكم اللي هي في ايديكم وبتطالبوا ان انتو تاخدوا جزء من فلوس او حق النادي الاهلي سواء في البس او الرعاية طب الاول انت اشتغل على اللي في ايدك بعدك بص للنادي الاهلي فهي دي ده يعني اللحصية دي يا محمد زي ما انت بتقول كده هي إثبات جديد احنا بنقدمه للناس اللي هي اصلا مش بتظهر على الكلام ده وهتفضل ترغي في نفس القصة ونقول لسل احنا 82 مليون واحنا الافضل عربيا ونفضل في نفس الدائرة ولكن في النهاية الشركات ما لاشغل الارقام دي عشان كده النادي الاهلي الرعاية بتاعته بتتخطى الملياري الجزء الثاني ايمن وعايز اتكلم معاك على فكرة التأجلات يعني استوانة جديدة بتتقال لعد الاهلي ما يفوز بأي بطولة افريقية او هو بيختتم مسابقة الدارة العام يقول لك اصل الاهلي اتجله كتير اصل الاهلي لو قرنتوا بأندية افريقيا اللي دخلت معاه في المنافسة ما كانش بتأجل لها كل المباريات دي ورغم الناس اصل لو بصت شوية على الدوري التونسي او على الدوري المغربي او على دوري جنوب افريقيا هيلاقي عدد الأندية هناك اقل من الدوري المصري هيلاقي الدوريات دي بدأ بدري عن الدوري المصري هيلاقي ان الأندية اللي بتلعب في الدوريات دي القوام الاساسي ليهم ما بيلعبوش في منتخبات بلدهم عكس الاهلي بالاضافة لده الاهلي السنة دي لعب كاسعلم أندية في عدد مبارياته أكتر تعليقك على الجزئية دي والاستوانة المشروخة اللي كل سنة الناس بتتكلم فيها وما فيش فايدة يعني هو عنده تارجت أعين كان هو مين بقى يعني بس الناس بقت دايما خلاص متعودة تسمع منهم الكلام ده كل سنة عارف يا محمد لو الكلام ده خارج من مشجعين ممكن تقبله لأن في الآخر المشجع بيتكلم عشان هو بيفرغ الطاقة اللي عنده ما تقدرش تلوم المشجع لكن المشكلة أن الكلام ده بيخرج من نجوم سابقين لعبة كرة من بعض الإعلاميين من بعض المسؤولين فالنهاردة دي بتبقى كارثة أن أنت بتروج لحاجة مش موجودة النهاردة أنت أحد يعني أحد النجوم السابقين بيتكلم أن هو الأهل يعني بيسافر المغرب بجمل عشان خاطر مايلعبش مثلا في وسط مباراة الرجاء أو وسط مباراة الوداد هل هو بيسافر المغرب بجمل هل نادي الزمالك مثلا لما استفاد من اللائحة لما كان بيلاعب المريخ السوداني في ليبيا ثم الترجي التونسي في تونس واستفاد من اللائحة أنه بيلعب مطشين برأ أرضه في نفس الأسبوع ما ينفعش يلعب مباراة محلية في وسط الجدول هل هو سافر ليبيا بالجمل أو هل هو سافر تونس بالجمل لا لكن هو استفاد من اللائحة النهاردة الوداد المغربي لو تبعنا سلسلة مبارااته في النهائيات بتاعت أفريقيا للاعبش ولا مباراة في المنتصف لا لعب ما بين مباراة ربع النهائي ولا نصف النهائي ولا حتى النهائي الرجاء لما لعب النادي الأهلي مباراة الزهاب هنا في القاهرة ولنلاعبش في النص مباراة يلعب في نص وانت كده خرجت. أو ممكن يكون لعب في مباراة في دور التمانية. لكن لو بصنا لدور المجموعات. ممكن ستجد أنه لعب ثلاث مباراة في دور المجموعات. لا يوجد مباراة للدوري. سانداونز نفس الكلام. وقبل المباراة التي نكسبنا فيها في جنوب أفريقيا كان لعب مباراة في الدوري. ولكن مريح خمس ايام. لكن قاعد مثلا ثلاث مباراة متتالية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. يلعبهم. كل بلد وليها ظروفها. زي ما قلت كده الدوري الجنوب أفريقي أو السيباك من دوري الجنوب أفريقي. الدوري المغربي عدد مبارااته أقل من الدوري المصري. وابتدى قبل الدوري المصري بأيام كتير. فالنهاردة هو ممكن يكون بيتضغط قبل كده عشان يريح للوقتي. وفي النهاية الدوري المغربي ما مستمر. النهاردة محدش بيتكلم أن الدوري المغربي المواجهات الحسامة بتتلعب فيه دلوقتي. فيه شبه اتفاق أن لا يتم الاستعانة بأي لعب من المحليين لمنتخب المغربي في التوقف الدولي الحالي. عشان خاطر المنافسة عشان خاطر يخلصوا الدوري. هل نحن نقدر هنا في مصر نقول إن لو عايزين تلعبه في التوقف الدولي بعد إذنكم ما تاخدوش لعبت النادي الأهلي للمنتخبات المختلفة. هل نقدر نعمل كده؟ والله لو نقدر نعمل كده. نعمل قصة وقضية على الموضوع ده استحالة. مثلا لو نقدر نعمل كده يعني لو كابتن حزم إمام يقدر يتخذ هذا القرار. يبقى مشكور جدا يأخذ هذا القرار ونلعب الدوري عادي جدا في وقت توقف الدولي باللعيبة بتاعتنا. لكن هم عايزين يعني نادي الأهلي قبل كده لعب بعض الأولمبيات من غير لعبيه. عايزين بيلعب في بعض الأحيان مباراة الكاز بدون الدولين. طب دلوقتي كمان عايزين نكمل الدوري من غير اللعيبة الدولين. يعني زي ما أنت قلت كده هي هتفضل استوانة ونتمنى أن تستمر الاستوانة دي لأن طول ما هي تستمر نجاحات النادي الأهلي مستمرة وهي اللي بترد يعني. أيمن أنا بشكرك وكل التوفيق ليك وبسعد دائما بوجودك معايا من خلال فقر التريندو أولاين. شكرا جزيلا لك. كان كلام مهم جدا مع كابتن أيمن كيلبيرتو والحديث عن السوشيال ميديا وتأثيرها على الأهلي في اللحظات أو في الفترة الأخيرة وتأثير الأهلي على السوشيال ميديا. كل ده كلام كان مهم جدا لازم نستعرضه النهاردة في فقرة السكايب. بالمناسبة معانا فيديو مهم جدا لمارس الكولر يمكن نشره من خلال حسابه الرسمي على الإنستجرام وهو جاي من سويسرا على القاهرة بعد أجازة فترة أسبوع كان خدها لقضاء فترة راحة كده وأجازة. دمكم وعلى الهواء يمكن الفيديو الخاص بمارس الكولر. فيديو على فكرة ظريف جدا بيوريك معادل الرحلة القاهرة ساعة 12 وتلت بتوقيت زياريخ وبيوريك التسكرة للطيارة والرحلة. ويعني نقدر نقوله عشان كده النهاردة التمرين على فكرة الساعة 8 بالليل لأن المفروض كولر يكون وصل في هذه اللحظات إلى القاهرة. وعلى ما يروح بقى ويوصل لفند والإقامة ويستعد ويوصل لملعب التيتش. فعشان كده التدريب هيكون مساء اليوم. وأنا بيعجبني في كولر دايما أنه شخصية مرحة. يعني في ظل الضغطات والتحديات والصعوبات. لكن شخصية مرحة. الفيديو قدامنا النهاردة بيشارك فيه على فكرة جمهوري الأهلي. بيعرفهم أنه جاي من سويسرا على القاهرة معادة وصول الطيارة. إمتى التحرك من مطار زياريخ في سويسرا. يعني كل الأمور دي أكيد بتبقى أمور جميلة جدا على السوشيال ميديا. أنك كمدرب بتشارك جمهوري الأهلي كل اللحظات اللي أنت عايشها في فترة الأجازة أو في فترة السفر. عشان توصل القاهرة وتستعد لمرحلة جديدة. والاستئناف لمباريات الدوري العام. دي كانت نقاط مهمة جدا عايزين نتكلم فيها. نهرج إلى فصل ونرجع من الفصل عندي ملف مهم جدا عايز أتكلم فيه. ويمكن هتسمعوا فيه معلومات جديدة ومفاجآت جديدة. عكس كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا. ملف مهم بينتظر الأهلي خلال الفترة اللي جاية. نطلع فصل ونرجع لأنها هتسمعوا كلام لأول مرة ومش هتسمعوه في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي.